عقد مجلس الأمن الدولي جلست أحاطة بشأن مدرسة التابعين شمال قطاع غزة والتي استهدفها لاحتلال الإسرائيلي حيث حذرت الجزائر من استمرار إفشال الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الأثناء رحبت الأمم المتحدة بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة وذلك لحمل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على إبرام صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مدرسة التابعين في منطقة حي الدرج بغزة وخلال الجلسة شدد سفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات صارمة ضد الاحتلال معرباً عن استهجانه لعدم تحرك المجلس لوقف العدوان الإسرائيلي توقفوا عن إيجاد الأعذار توقفوا عن تخيل أنه بإمكانكم محدثة حكومة إسرائيل بصوت العقل والمنطق بحيث تتوقف عن قتل المدنين بالآلاف وتتوقف عن فرد المجاعة وتعذيب السجناء واستعمار أرضنا وضمها الجزائر التي دعت لعقد الجلسة الطارئة أعرب مندوبها بمجلس الأمن عمار بن جامع عن دعم بلاده لجهود الوساطة التي تفزلها مصر وقطر والولايات المتحدة مشيراً إلى أن مجزرة مدرسة حي الدرق بغزة لم تكن لترتكب دون المساعدات السخية التي تقدم للاحتلال الإسرائيلية هذه المثباح المروعة في أدرج والمثابح سابقة لها لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة مجاناً للمعتد الإسرائيلي من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس كرينفيلد أن وقف التصعيد الراهن بالمنطقة يبدأ بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الفورية وإطلاق صراح المحتجزين بقطاع غزة موقف أكد عليه مندوب وممثل الدول مشددين على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومسلزمات الطبية مشيرين إلى أن استمرار الحرب يفاقم الظروف الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع على مختلف الأصعدة